في لؤة 13 لأن لؤة 13 واضح كان حاضرا في ذلك الوقت قوم يخبرونه عن الجليليين الذين خلط بيلاتس دمهم بذبائحهم يسوع رد قال أتظنون أن هؤلاء الجليليين كانوا خطات أكثر من كل الجليليين لأنهم كابدوا مثل هذا هل دول أشر من وبعدين يقولون كلا أقول لكم بل إن لم تتوبوا فجميعكم كذلك تهلكون وبعدين يقول أولئك الثمانية عشر الذين سقط عليهم البرج في سلوام وقتلهم أتظنون أن هؤلاء كانوا مذنبين أكثر من جميع الساكنين في أرشاليم اللي وقع عليهم البرج واخد بالك أن رب يسوع جبحت ستين واحدة منهم بفعل فاعل والتانية كارثة طبيعية دي بيلاتوس خلط دمعهم بذبائحهم زي ما نقول هجموا عليهم بتعود داعش أو هجم عليهم هتلر أي أن كان والتانيين كارثة طبيعية ده البرج ساقط وهكذا فيقول كلا أقول لكم وبعدين إن لم تتوبوا فجميعكم كذلك تهلكوا إيه رأيك أنت في النصين دول لا طبعا بيتكلم عن كارثة طبيعية والغرض منها كانوا أمام في وادي قدرون في مطقة سلوام اللي هي مقابل الهيكل عم بيعملوا إشي للخير أنا أحب أتفرج على البرامج بتاعتك جدا يا أستيس نزار صدقني للخلفيات التاريخية اللي بتشرحها بأمكو غير عادي فكملني فلا أنه عم بيعملوا خير عم بيعملوا خير لكن التانية حادثة كان مخطط لها بلاطوس لأنه كان عاوز يأخذ الفلوس ويستخدمها لمشاريعه هو وكانوا رفضين فكانوا متخفيين في منطقة الهيكل ولما دخلوا وكان فيه ذبايح فنزلوا بالسكاكين يعني وطبعا خلطوا الدم دم اليهود بالذبايح اللي المفروض يقدموها فبحط الحادثين اللي معروفة أمام الجميع في أورشاليم وعم بيتكلم بيقول طب مين يعني هدولة جماعة بفعل فاعل ودولة الجماعة مزبوط عم بيقوم في عمل خيري لكن برضو كمان وقع البرج وماتوا طبعا لكن وجه كل النظر أنه مش يعني فيه ناس أبر من ناس إن لم تتوبوا والكلم هون للجميع بالضبط ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر